قضية الأمانات الضريبية هي قضية الفساد الأكبر المكتشفة لغاية هذا اليوم ولها خصوصية كونها جريمة فساد امتزجت بالخيانة عرض كوميدي قضائي قدمه رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون بحسب وصف مراقبي نافس خلاله تراجيديا العروض السياسية القائمة في العراق في محاولة مكشوفة لاستغفال الرأي العام حينما وعد بتحرك لتنظيم إشارات الحمر من الانتربول ضد المطلوبين في سرقة أموال الضرائب العامة إلا أن الواقع يشي بغير ذلك لسيما بعد محاولة هيئة النزاهة المحث عن لصوص صغار خارج العراق لإبعاد تداعيات الجريمة عن سبع ميليشيات مشاركة في حكومة الإطار التنسيقي متورطة بسرقة القرن بحسب مجلة الإيكونومست البريطانية هذا العرض لرئيس هيئة النزاهة الزامن مع صدور تقرير للمجلة تهكمت على ما سمتها مسرحية الديمقراطية التي يعيشها العراق فعلى الرغم أن المشهد العام يبدو على ما يرام بوجود هيئة النزاهة ومجلس القضاء إلا أنه يفتقر إلى المصداقية والموثوقية المجلة البريطانية بيّنت أن العراق يمثل اليوم أرضا لعصابات تسيطر على المؤسسات التي يجب أن تحافظ على المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ومنها هيئة النزاهة ومجلس القضاء مؤكدة أن لصوص الدولة يتقاتلون فيما بينهم في العلن لكنهم يعملون معا لإثراء أنفسهم بغض النظر عن المواقف السياسية والطائفية وما إفراج حكومة السودان في شباط عن نور زهير أحد المتورطين بقضية سرقة القرن إلا دليل على طبيعة الفساد الكامل في بنية القضاء العراقي تقارير دولية تؤكد أن العراق أصبح موطي قدم للميليشيات ولكل منها جناح سياسي وامبراطورية تجارية نهيك عن فرضها نفوذها في جميع المؤسسات الحكومية مشيرة إلى أن نفوذ الأحزاب والميليشيات أدى إلى نهب موارد البلاد ونشر نظام المحسوبية عن طريق تقاسم زعماء الأحزاب الوزارات والهيئات المدرة للأموال فيما بينهم من خلال المقايضات وهو ما جعل العراق واحدا من أكثر البلدان فسادا في العالم ترجمة نانسي قنقر